الأخ محمد عبدالستار الصاحب يقول أستاذ المهدي الآن غير موجود إلا أن يأذن الله بظهوره ولكن ليس المهدي الذي صنعه التاريخ فقلت له الله أزوجل ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي بعده ولا إماما ينزل من السماء وقد طلب الله من المسلمين أن يكونوا أمة تأمروا بمعروفةها المنكر وتقيموا العدل يقول الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خير كل شيء يعني ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذا الله يريد مننا من كل واحد مننا أن يكون مهديا أن يكون داعيا إلى الخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وهكذا يتحقق المجتمع العادل مو نروح نجلس في بيوتنا أو نام بسراديب وبالكهوف انتظارا لواحد موهوم غير مولود يأتي في آخر الزمان شو يسوي لهذا شو يفيدنا يعني شن مسؤوليتنا احنا ما هي شو شلون هذه الخرافات تلغي المسؤوليات عن الناس والناس يرتاحون بعد رح يجي واحد الله يجيب الميدي رح يطلع هو يصلح الأمور وأني ما علي أنتظر فقط الأخ وسام بغدادي أيضا يعلق يقول آخر تبرير لوجود المهدي هو أنه الأرض يجب أن لا تخلوه من حجه مع أنه لا يوجد أي أساس لهذه الفرضية وتحتاج لإثبات قبل أن تكون مبررا لوجود المهدي أو دليلا على أولادته ثم أن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لا يوجد حجة بعد الرسل أي أنه حصر الحجية بالرسل كيف يجي مهدي يسر حجة علينا أو المراجع اللي طالعين اليوم كل واحد يقول أنا حجة الله حجة الإسلام والمسلمين آية الله الأغمى في العالم من جانب آخر وهو الأهم كيف يفرض الله عليك حجة لا تراها ولا تسمعها شون حجة هذه ولا يصل لك من ألمها شيء الفكرة أشبه بسؤال في امتحان البكالورية لا تراها في ورقة الأسئلة ويجب عليك الإجابة عنه فعلا شي غريب يعني منطق غريب أدنى لازم أننا نصر أدنى الثورة في عقلنا الأخ المعصومة أيضا هنا جاي في صفحتنا يناضل من أجل الدفاع عن الإمام الموهوم فيخاطب الأخ سامي يقول له نفس حجة الخبر عليه السلام الذي يؤمن به جميع المسلمين ولم يروا وأن تعاقل وتعلم كثيرا من الأشياء في الحياة لم ترها ولكن تؤمن بها أنا أم السلمة وكل جبنا حديث هذا أخو المعصومة أنا أم السلمة رضي الله أنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الحديث يقول فأبحث في كتب فرق المسلمين وستجد آلاف الأحاديث التي تذكر المهدي المنتظر عليه السلام بالتفصيل والرأي لكم في القناعة فيجيبه الأخ وسام يقول له الخضر مختلف في كونه نبي أو عبد صالح وأنا أقول موجود أو غير موجود ولا أحد من المسلمين يقول بأن الخضر وجوده أو وجوده حجة وأنما لا يعترف بوجوده حيا يموت مئة تنجاهلية الأشياء التي لم نراها هناك دليل منطقي على الأكل على وجودها مثل في الكهرباء مثلا أو مجرات في السماء نحن نشع فيها مثلا لكن يوجد الدليل عليها وهذا هو الفرق بينها وبين فكرة المهدي ويعود أبو معصومة طبعا يستخدم أساليب شويشية وتهريجية مع الأسف الشديد تمويل بريطاني ومدرشين وكذا عندما يفقد الأدلة المنطقية والعلمية والشرعية يحول القضايا إلى قضايا شخصية وتهريجية واتهامات يعني من أجل تسقيط الشخص مو تسقيط الفكرة عاجز عن الرد بمنطقية على الفكرة فهكذا يلجئ إلى هذه الأسالي مع الأسف الشديد وهو رجل حوزوي أنا متأكد من ذلك فيقول يعود جي يناقش الأخ وسام حول الخضر هل تؤمن بوجود إنسان اسمه الخضر وهو حي من زمن النبي موسى عليه السلام وحتى اليوم أي أنه حتى قبل ثلاث تلاف سنة وتستغرب على رجل أحياه الله قبل ألف ومثل سنة ماهو العلاقة بين هذا وذاك أولا ذاك مثابت فيجاب الأخ وسام يقول لا أؤمن بوجود الخضر حي أساسا فرضك خاطئ من الأساس ولو قلت أن الخضر حي أو ميت فهذا لا يؤثر على العقيدة بشيء لا يمتني ميتة جاهلية على الأقل المشكلة ليس بطول الأمر أو نقصانه راح لموضوع ثاني ما دام أكو خضر وهذا باقي إذن فلازم أكو أحد اسمه محمد بن حسن عسكري وباقي حتى اليوم الأمر 1200 سنة سنة علاقة بذلك يقول المشكلة بالأثر والهدف المترتب على وجود المهدي أو أي شخص آخر يفترض أنه مؤثر في حياة الناس حجج الله على خلقه يجب أن تكون ظاهرة وعلنية للناس حتى يكون الأمر بالمستطاع علي عليه السلام يقول إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع أو لا تطلب غير المستطاع عبد الله حكمة أيضا يسخل هنا في النقاش معه ومعصومه هو مشبث به الروايات التي عنده يقول له كلها روايات وأحاديث موضوعة أي شيء يتناقض مع القرآن نرمي به عرض الحائط القرآن يقول إنه محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين إذن لا يوجد بعد محمد أي شخص حجة أو مرسل أو يوحى إليه من الله يعني لا يوجد مهدي الشيع الغائب ولا يوجد مهدي للسنة سيأتي في آخر الزمان كلاهما روايات تم اختراعها في فترة ضعف الدولة الأموية قام باختراعها كل من العباسيين والطالبيين من أجل تحشيد الناس ضد الأمويين اذهب وراجع أحاديث المهدي ستجدها متناقضة فيما بينها بارك الله فيك يا أخ عبدالله حكمل وأنا قلت له للأخ أبو معصوم أيضا قلت له الخبر على فرض وجوده اليوم ليس مكلفا بقيادة الأمة الإسلامية والأمة الإسلامية ليست مكلفة بطاعته والولاء له فهذا قياس باطل لا يجد من يؤمن بالإمام الغائب غير هذا المنطق الخرافي الغوغائي في الحقيقة لإثبات وجوده وأيضا يدخل الأخ وسام مرة أخرى يقول اختلافنا ليس حول الكاتب اختلافنا هو بسبب طريق التعاملنا مع التراث الواصل إلينا فحتى داخل المذهب الواحد والتيار الواحد والبيت الواحد هناك اختلاف حتى مؤسسي المذاهب اختلفوا فيما بينهم الأبرى موليش نختلف لماذا نختلف وإنما بقوة الحج والدليل أي دين وعقيدة حتى تنجح وتستمر وتبين آثارها الإيجابية على المجتمع لازم تكون منطقية وعملية وبها أدنى درجة من التناقضات كلها متناقضات الحياة أكثر من أن نضيئها في مناقشة روايات وأحداث الزمن تكفل بتكفل بدحطها أؤمن بما يرشدني إليه المنطق والعقل وليس الأشخاص والكاتب يقصدني أنا مجرد شخص يحاول التفكير قبل التسليم ولا أؤمن بكل ما يطرحه بالضرورة لأنه غير معصوم ولا هو يدعي ذلك تحياتي أخي العزيز هل شوفوا هذا منطق إنسان متقف وذاك منطق حوزوي متشبت به أحاديث عامة غامضة ضعيفة مفبركة ويثبت بها ولادة إنسان ووجود إنسان ثم يبني عليها بعدين تعالوا يا ناس إحنا نواب الإمام المهدي وإسمعوا كلامنا وإحنا الحكام الشرعيون ونحن ولادة أمر المسلمين هنا المشكلة لماذا هؤلاء في الحوزة يدافعون باستماعاته عن هذا الإنسان الموجود لأنه مستفيدين من عنده سياسيا وماليا